السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي شيواز امني زار بيزيت كويزين كانتمنى تكونوا في احسن احوال وانتما كانتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد ووصفات جديدة كانتمنى اناتنا الاعجاب للكم ما سبخلوش ليا بلايكاتكم وتشجيهاتكم المحافزة اللي كتخلي نزيد نستمر نعطيكم مزيد من الفيديوهات غبرت عليكم هاد الايام اللي دورو في صحية فقط كن شوية عيانة اللي يجيبش في الجامع المهم البنات اليوم عنات لسات الوصفات هاد غرطان بالبشاميل هاد واعرا انا مساكده ما جربتش من قبل بها الطريقة وحتى التورطان اللي غادي نعطيك اليوم واعرا جربها والفطائر ما نعودلكش جربهم ارد علي الخبار فطائر سائلة بلاعجين بلاد ليك تورطا بيدون فرن غرطان بالبشاميل بسلسطة الجزر والطون شي حاجة خطيرة جربوا هاد الوصفات ونبدأوا في الطريقة ان شاء الله بسم الله على بركة الله عندي هنا 600 جرام بيسكويت يعني ثلاثة العولة بدو كلفهم ميتين جرام ميتين جرام ميتين جرام عندي جوج معالق دي النشا اعفوان جوج معالق دي السكر غلاسي لشان يكشبه النشا جوج معالق دي الحليب بودرة جوج معالق دي الجوز الهند وعندي ميو سبعين جرام دي الزبدة مدوبة او لاز قريبا خمسة المعالق كبار دي الزبدة مدوبة وكنديروها على البيسكويت نخلطو ذاك المكونات كلهم معا بعد يسمشيات البيسكويت بها الطريقة تاكلو غيها كبوح ديتو واعتمدوها الطريقة حتى فتحليات انا فايتلي درشو فتحليات كيجي زوين هكا مخلط مع جوز الهندو مع حليب بودرة وشوي دي السكر را كيجي في واحد الماداق خاطير وشي حاجة مختلفة تماما على الطريقة العادية المهم خلطنا هاداك البيسكويت مزيان نحساب ديناك نجمع وفي ديناك يتجمع حطاني على الجند نحضر معكم الكريمة الكريمة عندي هنا خمسة المعالقة للناشا غادي نحتاج جوج مع الكبار عامرين دي الكاكاو بودرة هولا الكاكاو المورد غادي نحتاج جستة المعالقة سانيدة كمية السكر ودكتار لانه سوف ندر لتر واحد الحليب سوف تقسم المقادر على جوج نفس المقادر سوف تقسمهم على جوج سوف ندر ساشي الفانيو لدي هنا واحد لتر الحليب سوف ندر منه غير واحد الكمية قليلة هاد النواشف سوف يدوب لنا الكويرات اللي كيكونوا دي الناشا ودي الكاكاو سوف نضيف سوف نضيف وضعها على نار مهيلة مع التحريك المستمر انا طبعا ما صورش لكم بوطا ما بغيتش يجيكم الفيديو طويل بزاف المراحل اللي هي يعني كتكون عارفها اي سيدة فكنخليها لها المهم معلينش مرة مرة نصور ومرة ما نصوره وشعلي حسب الفيديو كل واحده وشنوفي مما معلينش كنحطو هاد الكريمة فوق من النار تحريك مستمر حتى كتعقد وغير رجعه لكم تشوفها كي جات هنا غادي ناخد هاد الايطار قللي يام نهار جديد الايطار من المغرب وانتي فضح لنا فيه راسنا ياختيت الشلي عطال الله مما انت طورتها مني كنبغن نحضرها سوف نشوف كيفاش غاي كنتخيل شكل دياري كيفاش غايكون وكيفاش طريقة باش بغيت نزوقها فكن من الاول كنختار ليمون اللي انا بغيت ندير انتم وديروا دائرة اللي بغيتوا اللي يعجبكم سوفي معاني ناجل بنس هاد الاطار هذا فوق الصحن مباشرة ديال التقديم هاد واحد القاعدة من دكت وحتى بقاء من دك البيسكويت وضغطت عليها مزيان بالمعلقة بشدة اللقاع مزيان ودرت هنايا الكريمة عفو المنح يدن فوق النار غادي نضيف لها واحد العلبة ديال دانية شوكولاتة وجوج معالق ديال جوزلين ديال يكون زوين يكون مية الدم يكونش داك الناشف داك جوزلين يكون مية الدم وزوين راك يكون فيه الماداق الديد هاداك الناشف راك يكون زوين تيكون غاي حرش في الفم ومعالي هتا مسيكونش فيه الماداق ايوه معالي ناشا البنات المهم خلص داك المكونات كلهم مع بعدياتهم وغادي ندير طبقات سوف يتم بده ندير طبقة ديال الكريمة غير طبقة خفيفة يعني ماشيش طبقة غليظة بالزبح الا هديك الكمية كاملة غادي نقسمها على ثلاثة ديال الطبقات غادي نقسموها على ثلاثة شوفو هنا والدرقات كي جرف الكسر هون هانسو بغايش تقلبها علي لكن ما سخافوش نرى كانش دلو يدو كانحي دلو يدو المهم ابنا سانسو مادرت طبقة اخرى من البيسكويت كانش دلبيسكويت كانرشو عجي جنابه والول باش كان نتأكد ان الجوانب اللي عليهم العمدة غيبانه يكونوا مقادين قاعد كرش من الوسط وكنحاول نضغط بالمعلقة غيب شوية باش متخلطوش البيسكويت مع الكريمة لان الكريمة بقى عندنا سخونة الو ركسو عليها بالجهد غادي تتخلط لنا البيسكويت مع الكريمة سافي وغا ترون لكم هديك الطارتة اه سافي اها كمقام استمر هكا يعني طبقة بيسكويت وعلى فكرة ما بين هالطبقات ممكن تدرو القرقاع ممكن تدرو اللوز مهرمش ممكن تدرو اللي بغيتو تدرو فواكه مقطعا اللي التواسم عمدق دير الشوكولاتة اراها هالبنصة ممكن تدول اللي عجبكم فقط طارتة هادي سافي انا كملت طبقة ديلي دي البيسكويت ودير الكريمة احنا عندي مئة وعشرين جرام دير الشوكولاتة عندي علبة ديلياغورت دير الشوكولاتة ادرتهم في نفس الكسرونة اللي كنت دوبت في الزبدة العقز وميدر اختي العقز وميدر ما عليناش حيث اصلا انا غاديجة نزيد له الزبدة المهم البنات اللي بغاو يصابوا قاناش باش يجيهم القوام دياله ليس وهيجي منقف فالشوفة دياله ممكن、「درو كريمة السائلة يعنيゴاد يدرو نصف الكمية دي الشوكولاتة كريمة سائلة ودهوبهم مع بعض program اثمان ازاد لشوكولاتة مجدانيس بشر المخرجة ديليو يخ هذا طرطة الناس اللي ما لديم ش اريمة الساخن ايه يوصي فيها البنات هي ه move اضفت معلقة كبيرة الزبدة تقريبا 30 غرام الزبدة معلقة تكون معا مراش بالزيف اضفتها عليها الشكولاتي دوبس و نضيفها بريون في الطرطة و نقطعها و ناكلها و نضيفها الاجهة نضيفها بريون 3 ساعات و أقريبا 3 ساعات كذلك س�ل حجمه طويل يدخل حجم مالجنب نحاول نضيفها لجنب بس غير باش يتحيدنا الايطار حسي لاجينا وحيدناه مباشرة غدي جر لكم معاهم ذاك البيسكويت وذاك الشكلاتو غتترول لكم القضية شوفوا البنسكي باش كيجوا الطبقة واعرين هاتطور طعبت وجهة كريمية بوحد طريقة عجيبة اا واحد المداق فيها عجيب انا اللي نصحكم نو دختي عندك المقادير نو دختي جر بيها باش او دختي جر بيها وردع لي الخبار بالانستغرام ويقال ليه كيجاتك وسهلة四 شخصي بالكوزناته لقيه دختي الكريمة فقلوبة وهانتي وجدتي طارطة او اختصافي وطاح عليها ابداع او اكتشتك ستخطط هنا تخيلت رايتي او اكتشتك نقشل الشيء وحده مانا ااه اههههههههههه اما عاختكم شحالة دى كانت عنده الهواية ذاكو الحنى اه تفكر طيامات تفكر طيامات الصور يبقيت زوغ، يبقيت أذا يسويق أو تذويق ، يقولنا سيدينليًا نريد شيء مختلف ، أليو شيء مختلفه، يبقيت أنه مدرسل ويتسون دخلوا أجلها ملاحة يبقيت ذلك البرقات، يبقيت بإضافة حاجة مختلفة وتعالي أغسل أختي المهم، نحنا أرسلها نريد أن نصبها من طريقة المهم عندي هنا 1 البصيلة كبيرة وعندي 1 الفليفل قطعتمها كمربات قطعتم بالديم وقطعتم لها شوار حيث انا هاد الفطائر هادو خاصني يتكون فليفل وبصيلة يكونوا بينين اكي قطعتم رقائقين شحرتهم مع شوية المليحة وبزار شوية زيت الزيت ونحتى طابو ضفت عليهم هنا واحد العلبة صغيرة ورادي الفطر معلب غيص صغيرة ماشي الكبيرة اي لا عندكم كبيرة غدروا غير نص ديالها وضع قطعتم المقطع و الميز اللي بانت له ليس لنوحف هات المقلع هاد على فكرها البناس هاد الحشوة ديروا فيها مما يحلو لكم الله يجعلوكم مدر يحصل قرعه مقطعة ومشحرات اللي عجبك ديره ديره يعني هاد الحشوة كدخلي فيها اللي بغايت يسي كدجي فطاء كي يجي وفطائر واعرين سهلين ضغياء ضغياء كي وجدوه كيلاجه عندك ضياف الغفلة جاشي عندك شي حد بالزربة يعني بود توجيش حاجة بالزربة بوديني شي يقول تساهل لولادك فما عليك غيب هاد الفيديو هادا اخترافي كل شي ساهل ما هالليوم الوصفات السهلة والسريعة ايه وصافيه للناس وهنا راني دفس واحد لعلبة ديال الطون فانسوا ما سيبقى لكم الاختيار ديري الطون ديري كفتا مشحرها عفون كفتا كفتا مشحر الله يستر ديري كفيتا تشحرها مع هاد الحشوة ديري دجاج مطحون اللي عشبك اختي تديري ديري كيبقى لك الاختيار يو اقول يا حيث لنا كريمة السائلة منطرت ودخلت ياليني بالحشوة شوف البناس الكريمة السائلة اغير بغى يتقادلها التاريخ كانت اليوم غا تتقادلها يعني كان بقى في انهار وقلتها راندي رفض الحشوة المهمة تبقاش فيها على فكرة راني لحت جوج وبقات وحده 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 ونصديرها درس وسمه وجوج لحتهم لقى موقعido مرحل ما لقيت في نديري ومدله اه وصفات البنات مون بالنسبة التوابل الذي ضفت الحشوة ينكرهكم شوني انا كما كان هاترتك على طراسي المهمة مقدر كله في صندق الوصفة لم طيب تفعو لكم حاجة ثم مره ضفت غز عزفر وشوية تخرج ثومة بوضره و هذا سنحضر معكم خالد عجينة و شكراً للاقم تغيير زيت زيتون مليحة و شوية تومي بودرة مخلطة مع المعدنس اللي معنداش مخلطة مع المعدنس او لمعنداش تومي بودرة غدري فصلت للمعدنس او الجمع لقده المعدنس مطحون خمسة المعالق دي الماء و خمسة المعالق دي الحليب و غاندي المعالق دي المايونيز نخلط هاد المكونات كلهم مع بعدياتهم سافي هنا مدرش الزعسر لان انا درت الزعسر في الحشو بغش نكتر الزعسر هنا و الزعسر في الحشوية جيت يعني الماداق ديله مجهد بزيف سافي درت معلقة صغيرة ديل خاميرات الحلويات وعندي هنا جج كسان معامرينش كل كاس ناقص ربع يعني كاس قل ربع كاس قل ربع ديل الدقيق هنتم ما كتشوفوا رهما عامرش اه الى خفزوا من الخالة تجيكم تسقيل غدروا غير كاسو نص و الى شفزوا الخالة يطب هاد الشكل هادا يعني سائل شوية يعني كي هبط سافي كاس حبسوا ما كزدوش طحن هو مخصوش يكون الخالة يكون قاسح نهائيا خاصت تكون العجينة سائلة بهاد الشكل هادا تسكون تسقيل على الكيكة غير شوية اهنا والدرانا دي عاون نزعمة ايو اصافي هالبناس غادي ندوز باش ندر العجينة ديالي في ليمول اهنا خديت هاد اليمول هادو ادهنت هم بالزبدة ودرت ليهم الفينو علاش ارشيتهم بالفينو ماشي بالطحين باش هاد العجينة لانه هي اصلا سائلة ولا درنا لها دقيق غاز بقاف القاوم ديال المكرة ديالها رطبع بزاف انا مبغتش تكون رطبع بغتها تجيني هككمل تحت تكون شوية حرشة filling هاد الولاه هاد الولاه لبقيتها مضيورها حب الوصول على الوصول على الوصول على الوصول على الرقم كيف حدوء فقط فإنك سوف نحظ للمشارك فحي الوصول بحضاء من المشاركة حيث يتكلم نتعد لكم باستطيع الحشوة أرداد انا كن صح تكون الحشوة باردة العجينة عندنا فيها الخميرة دي الحلوة ما خاصناش كن هدا الحشوة تكون سخونة حيس لك كانت سخونة ضغي ضغي اطلع عليكم دك العجينة ما غاد يجيو فين تدخلها الفرحة غاد يتفيد ايوا صافي هانتم ما رشوفوا لي لاحظتوا اني كندير الحشوة لكن ما كنوصل لاش للجنابي يعني ما كنغطيش العجينة كاملة لأ كنخليش جنيه بس بينين باش هاكمني نجي نحيضهم من الاطار يتحيضوا وليا ما تبقاش الحشوة غيت تشتت تضيع هكا سوف يدرس هكا شوية عجبن هدا مبشور يعني كيبقى اختياري يبغيتوا تديروه ديروه مش تديروه ما تديروه ولكن كيبقى من الاحسن تديروه بحسا هو كيساعد لذيك الحشوة كيشدها لك سما ما كتطيح ما كتشتت غادي ندخلهم الفران ما كنخليهم لي خمروا لأويله مباشرة كندخلهم الفران انا درسهم على مئسين درجة من الاسفل فقط حتي يتحمروا ملتح سكيبنو لي تنفخوا كنجعر اليوم من فوق يتحمروا وكنخرجهم وهدا هو الشكل النهائي ديلهم عرفتوا هالبنات جاو بنان بنان بنا بنان فطائر مختلفين تقريبا بحل بيتزا السائلة ولكن لا علاقة مع البيتزا السائلة حيث لا الحشوة ولا الطريقة اه ديل الحشوة ولا ماشي بحل بيتزا السائلة أنا فايت لكاندي البيتزا السائلة ماشي ما كان ديروه الطريقة هادي هادوا انا سميتهم فطائر سائلة سريعة ايه وصافيها لبناس وكن حييد الفطائر ديلي من ليمول رامني كندهنون بزي بدور الشوم بالفين وردغيه كيس حييدو عرفسو جاس فيو محدة الحروشية من لتحت غزالة مع ذكر طبيعي ديلي الحشوة من فوق جواحد القاوم اه غزال بزاف معليكم غي تجربوه تردو علي الخبار ايه ودبالي ياسي غندوزل وجبة العاشاء بزاف كي تلقوني على وجبة العاشاء انا غنقى مره مره ندخل لكم وجبة العاشاء في الفيديو ولاش تلوهم اقبال غنقى نكرر لكم بزاف تلو وجبة العاشاء ويلا شمع لي مش اقبال ار انا غنحبس نخلي راسي غاف القوتي ايه وصافي لبناس المهم هندي جوج حبات دي الجزر بصلة كبيرة ثلاثة دي الحبات دي الماطيشة كننقى وكل شي وكنغسلو كل شي وكنقطعهم عشوائيا كنديرهم هكف شي كسي هنا فاش غاد نسلقو هندي عليهم ملحة لابزار درس هنا يا شوية دي الزعتر هاد المنكي هاد ضروريين درس هنا يا اه وريقات دي للرند اولا وريقات سيدنا موسى وضفس عليهم الملح كافي اللي غادي يسلق ليه هانتو ما غاية غاية غطت الخضرة ماشي اكتر سبزة رمشاو تسلقو وجاو نمي ما احنا سلقناهم كد تسقيسو خيس دوس يكون طيب سفيك نحي ددوك وريقات الرند لحقاش غنطحنو هاد المكونات كاملة غادي نطحنوهم بحال لا غادي نجر واحد لاسوب او لا شربة هي غاية تولي سلطة ما غاية تكون شربة صفي كان حين هدو في وريقات دي للرند لحقاش كيف قلت لكم انا طحناهم مع الحشوة مع الخالد غادي يجي وقاعس حين في الماكلة ديالهم ويبقاوي برزتوكم في في الماكلة صفي تحنت هدك هدك المكونات الخضرة كاملة اللي عندي درسها في واحد القويمي له هكا اللي تكون كبيرا واحد شوية غادي نضيف لها معلقة كبيرة ونص ديال ماطيشة ديال الحك او الطماطم المركزة انا كيف كتلاحظو هنا كان رحكا نضيف زيت العود ولكن مضفت وش لان مات من кни بزيت عود يعني ما كان بزيت الزيتون فا درسو بالزيت ديالة واستغنيت على زيت الزيتونWhy لا رحكاش الطمفيه زيت الزيتون الا عندكم سم C subs للي فيه الماء اولا اللي فيه الزيت الرمية ول & صف وديرو زيت العود لانه زيت العود كي يجي بنين بزف في هاد الكغاتا هادا. وهنا عندي واحد ضامة البنة دي السامك تتبقى اختيارية ممكن تدريغة دي الجاجي اللي بغيتي ممكن تستغني عليها نهائيا بالنسبة الناس اللي كيحافظوا على الرشاقة ديالهم وكيحافظوا للصحة ديالهم ما سيبغوش هيكل ضامة البنة. وضفت هادوك ورقة الرند اللي حيت رني ما مستغنياش عليهم هادوك ورقة الرند كيبقوا مع هاد الخارج حتى كيطيب مع الكغاتا حيس كيبقوا كي تلقوا البن ديالهم يعني البنة ديالهم ما كتضيعش. هوا صافي. بالنسبة للتوابل هنا را غادي نضيف غي شوية تاعة التوما بودرا هادي اللي مخلطة مع المعدنس وكيف قلت الى ما عندكم ش تومى بودرا غادي نضيف سيز دي التوما وشوية تاعة المعدنس مقطع او القصبور ومعدنس كمقطعين كي اعطوا البنة زوينة. على فكرة البنس انا هاد الغاطة را كندير معه ربيطة تاعة القصبور ومعدنس ربيطة كنسلقها مع الخضر وكنطحنها مع الخالف. كتجي واعرى من ال احسن انكم تدروها الطرقة اللي عندكم. صافي خليت سما ديك السلسة كتشحر مزين كتلبة. وهنا غانساوب معكم سلسة البشاميل. السلسة البشاميل. هههههه. خسطي ما نستشعليه راني اليوم ما راني نفالجة. ايو ها صافي هنا رادرت معلقة ونصف ديال الطحين. ومعلقة كبيرة عامرة دي الزبدة. دوبت هديك الزبدة وعاد دفت عليا داك معلقة ونصف ديال الطحين. وضفت هنا نصف ليتر ديال الحليب. قدين بالنسبة للتوابل غادي ندير مليحة. وبزار. اه حسب انتو ما كتنكهب اللي بغيتو. حتى لي عندكم القوزة. ايه متكترش بزا. فغي واحد القريصة على القوزة. كتتعطي واحد الناس مزوينة. اه ويلا ما عندكمش ما تديرو هاش. في انا عادين هنايا في بلاس القوزة غادي ندي الراس الحانوس. اه سيلي عندكم الراس الحانوس تهوكي جي واعر بزا. مهم انا عندي راس الحانوس غي دي البرة يعني ماشي يمطحون على اليد. ترسغي واحد القريصة منو. وخلط عفسو اجاز فيها واحد اللي بدنا هاد اللي بيش عمل. هاد القغادتان خلاص راسورتوا البرح اللي بندي الانستغرام كل شي سيقولك حطينا الطارقة حطينا المقادر. شوفوا معايز السلسة من نيكس وصل هاد القاوم هادا. كان نضيف اللي كان كون ديجا سلقها في الماء والملحة وشوي لي الزيت. وكان خلطها مزيان شوفنا راسبها لكم حلة كسيرة. ولكن راه العكس سماما اللي بدنا تركها تجي معلكا. بهديك لاصوس يعني كتجي مشربة مزيان اللاصوس. هو في الاصل في الاول كنا كنديرو هاد القغادتان كنديرو طبقة ديال ديال ليبات مسلوقة طبقة ديال السلسة طبقة ديال البشاميل ولكن من بعد القتراس يعني كنت ما كيجيش بنين قد ما كتخلطيش السلسة مع مع ليبات كتجي شاربل بنا اكتر. ايو صفي هنا راني كنت نقص واحد شوية اه الولدي بلاسلسة بشاميل اغيب غيب لاصوس حقاش ما كي يكونش لي البشاميل. وعاد اه في الاخر القتراسي يعني راه قد هزلي اربعة ديال ليمول كنت ازلت على قدي هديك الكمية اللي بقاس قد دريغي في ثلاثة ديال ليمول. ساعة العكس يعني تبارك الله شات الخير للباركة. ربي مني تعتك الباركة في شي حاجة. ثم مرة ما كاملش نصف كيلو ما كاملش خمسمائس قرام ديال ليبات لسلقت. يعني ديك الباكي دي الخمسمائس قرام خليت فيها الربع. حيتمن هاداك الشي الاخر وخليت فيها الربع. انتم ما كتشوفوا كندير واحد الكمية ديال ليبات. وكان دير البيشاميل. اه على فكرة ديروا اسطة منها الجبن محقوق الداخل. حيث انا كان مقالي واحد الكمية قليلة. درتوا غيم الفوق. اه انتم ما ديروا حسام الداخل عبسك يجي دوك الخيوط دير الجبن يا سالم يا سالم. سافي. انا كملت اه هذا يعني قاعد ديت اه ليبات ديالي في ليمول الصغر. سافي ودرت البيشاميل في الوجه وانا تعمت ما نسطرهاش بالمعلقة ونغطي الوجه كامل تعمت نخليها كشوية دلي بات بايون شوية ديال هدا ديال كريمة بينها سافي ودرت الجبن من الفوق. وغادي ندخلهم للفرن حتى غايت قغاتينا ويعني يتحمر هاداك الوجه ديالهم ويدو بذك الجبن. وعاد غادي نخرجهم ونقدمهم بالصحة والعافية. شوفوا هالبنس والله الوصفة ديالي يوم كلهم بنان 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 بنخستكم جربوهم الصراحة. اه حيث حقا كي يستحقوا تجريبة. وخصوصا هاد اللي قغاتي هادرا هو اللي كنت ديتوش حالة ديال اللي بحر. وطلبسوني عليه بزاف في التعاليق في الانستغرام. يلا قدرت نخليكم الصورة ديالي هنا يلقيسها. اه بزاف طلبسوني عليه. وانا يلبيت لكم الرغبة. وانا حتى تلكم كوجبس عشاء. اممكن تدروه حتى كوجبس غداء. بالنسبة الاخوات اللي ولدتهم كيبغيوها كليبات في الغداء. ايو هادي انسميها تورطة المنقوشة. اه شطاح عليك يا امني زار. ايو هادي التورطة ديالنا اللي صاوبناها بنكها تجاوز الهند والشوكولاتة. هادو الفطائر السائلة تاهمة جواعرين. خفاف في الاكل ديالهم. ما كيتقلوش عن المعدة. والاهم من هاد الشي كامل هاد الواجبات كلهم يعني كيتحضروا بسرعة. وما فيهمش الخدمة بزاف. هادك الغطر رغيك يجيب لكم الله في الخدمة. راشتي. ربع ساعة تصوبي. ربع ساعة ديالخضر سدي عليها في الكوكو الضغيات. تطيف جديد دقايق. طحنيها هي سخونة بدك تطحان اليداوي. حطيها كتشحر. هي كتشحر راسوس انتي كتصوبي البشامل. مني تكوني كتطيبي الخضر انتلاك تسلقى في ليبات وهي غادة. ضغيات ضغيات دك شي كيوجد خاص كالخاطر. ايو صافي شوفوا معي الفطائر كي يجي والبنس. انا الصراحة حمقوني عفو جوا مقرمشين من اللي تحت. وارطيت بينهم من الفوق بديك الحشوة اللي فوق منهم خاصة بدك هادك الكريمة وذك المايس والطون و المهم وخانعين شكر لكم هنا وردتكم العجينة ليجي بكم الله كتجي معجينة ولا بالعكس كتجي مقيرملة كتجي مقرمشة. ايو صافي. وغا ندوز باش نقطع لكم الطرطة العجيبة. اه انا الصراحة هادي. دي خسكم تجربوها اخسي. نو دخسين ودخسين عندك المقادر. هنو دي دير عنص المقادر. نعم اقلنش كديرها كلانا. لك هندير المقادر كاملة. كنبغي باش دك التبصل عندي فيه ميترو. اخسني اخسني ليه بزاف بتاع القوام. باش بان فيه الطرطة. لدرت نيس المقادر. رغت تحط لقعة في الوسط. بحل ديك النقطة البيضة اللي كنا في الوسط. ايو صافي المهم انتم على حسب اه الافراد لعائلة ديالكم. الافراد لعائلة كثرة هاد الكيميلا غتكفيك. ايو الافراد لعائلة غي جوج ديال الناس او لتاسد الناس. رغان نص المقادر كافين وموفين. ايو صافي. ايو هشوفوا لي تتعليك البناس. ايو لا مبتوش جربوها. ما جربتو شي. جاز جزوينة بزاف دا كل ما داق ديال جوز الهند من الداخل. اه مع المزيج ديال البيسكويت وديال الشوكولاتة. شوفوا انتم غير ذيك الحلوة الصغيرة اللي كندلوها بالبيسكويت. اه مخلط مع جوز الهند وكنفندوها في الشوكولات. شوفوا المدق ديالي كي ايجي وتخيلوا هادي. را ها دي كتجي واع را. اناو دا ختجربيها نوضي. اشكرت سناي. ايو صافي البناس. اهنا را شوف انا باقي باقي تنصور قلك ما مقطع ليا دا بحط لي يتا انا. انا بديت كنحط لين في الطباصل. كل واحد عطيتو طرفو كتلمين. ايو اهنا يا غادي ندوزو باش نشوفو القغاتان. هاد الخشيباز هادو كنت دا كل مرة مني كنت صورت واحد القغاتان في هاد ليمول هادو. القغاتان دي لدنجال والطاطا. كنت سوولتوني على هاد ليمول بني خديثهم هاد ليمول الناس خديثهم من ديالز واحد المحل اسميه ديالز. اه را كي هنا في اسبانيا ما عشو كيمشي موضن خلينا لله ما عافش. لهمو الخشيباز الخشيباز ببوح ديسهم و ليمول بوح ديسهم غير انا كجبتهم علي حساب هاد ليمول كنت قصر حسالي واحد البنزقات ليا كنت حطيهم فوق من هادا المناديل. حطي فوق من دق الخشيباز حسن. ايو اصافي على الناس كان هذا اول فيديو ديالي اليوم مع السلامة انت لقاوا في فيديو جاي ان شاء الله.